موقفنا كان دائماً دعم وقف فوري لإطلاق النار ووقف قتل المدنيين لذلك هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحن ممتنون لأشقائنا في الجزائر نحن عملنا معهم عن كثب من أجل أن يكون القرار قريباً لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروع بطبيعة الحال نحن نجحنا جزئياً لكن ليس في كل الأشياء التي رغبنا فيها مع ذلك نحن نرحب بهذه الخطوة وأنا أعتقد أن كل الفلسطينيين يرحبون بهذه الخطوة نريد وقفاً لإطلاق النار نريد كذلك تنفيذاً لأهداف وقف القتال نهائياً وأن يكون هناك مساعدات إنسانية للفلسطينيين بالمستوى الذي يحتاجونه وأن نسمح لمواطنين بالعودة إلى منازلهم وإلى المناطق التي نزحوا منها في غزة بما في ذلك شمال غزة وأن نرى انسحاباً للقوات الإسرائيلية من غزة وأن لا يقدم أي شبر من قطاع غزة أو يتحكم فيه من قبل القوات الإسرائيلية وبطبيعة الحال نحن نرحب بتلك الإحالة التي تحدثت عن أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وأنه يجب وقف الاحتلال الإسرائيلي حتى نتمتع بالحرية والاستقلال ونعيش بكرامة في دولتنا دولة فلسطين بعاصمتها شرق القدس والقدس الشرقية والآن الأمر منوط بجانب الإسرائيلي أن يطبق هذا القرار وأن ينفذ فوراً وقفاً لإطلاق النار وأن يتم تبادل الرهائن والسجناء الفلسطينيين وأن يكون هذا الوقف لإطلاق النار دائماً نود كذلك أن نشكر جهود الوسطى وخصوصاً أشقاءنا في مصر وقطر ونأمل أن نرى بداية لعملية تطبيق هذا القرار المهم الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح كما قالت قيادتنا الفلسطينية أنا واثق بأنكم ستحصلون على كل التصريحات التي وردت بهذا صدد نحن الفلسطينيون موحدون في دعم هذا القرار شكراً جزيلاً على وجودكم معنا هل هذا القرار سينفذ بالنظر إلى أن الأمريكيين يقولون إن إسرائيل قبلت بالمقترحة الأمريكي إلى الآن لم نسمع أي تصريح رسمي من إسرائيل هل حصلتم على أي ضمانات تفيد بأن القرار سيطبق من الجانب الإسرائيلي وحماس نحن نريد أن نرى تنفيذاً لهذا القرار بدءاً بوقف لإطلاق النار ونريد من هذا الوقف أن يكون دائماً لا نرغب أن يستمر القتال نحن فقدنا الكثير من الأرواح ونريد رؤية نهاية لهذه المجزرة ضد شعبنا وبطبيعة الحال نحن سنواصل مسعانا لتحقيق العدالة عبر الأليات الدولية والقانونية وهنا أتحدث عن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجينيات الدولية وأولئك الذين اقترفوا مجزرة إضافية السبت الماضي في النصيرات يجب أن يقفوا أمام العدالة وأولئك الذين قاموا بإعطائهم الأوابر لتنفيذ تلك المجزرة طبعاً أنتم رأيتم رسالتي التي أرسلتها إلى مجلس الأمن وأنا تحدثت عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقد اليوم هناك أصدقاء وأشقاء مثل الجزائر يعكسون الفكرة القائمة على أن من يقترف الإبادة الجماعية والمجزرة ضد أشعب الفلسطيني يجب أن يواجهوا العدالة التي يستحقونها ويجب تطبيق المسألة سنواصل جهودنا في مجلس الأمن بهذا الاتجاه وكذلك في الجمعية العامة وفي مجلس حقوق الإنسان لنحقق العدالة لشعبنا ونوقف هذه الجرائم ضد شعبنا وكذلك للسماح بتوافر الشروط اللازمة ليكون هناك إعادة للإعمار وكذلك لفتح مصار من أجل طريق تفضي إلى إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية عبد الحميد تفضل شكرا جزيلا سفير رياض كان لدينا نقاش مع السفير روبرت قلنا له إن حماس قبلت هذا القرار وإسرائيل لم تفعل ذلك في القرار هناك نص على أن إسرائيل قبلت به إذن أين الكرة الآن؟ هل هي في ملعب الفلسطينيين أو الإسرائيليين؟ لا أعرف ما قاله لك أنا أتيت لتوي إلى هذا المنبر الذي يمكنني قوله هو أن هناك جاهزية من الجانب الفلسطيني للانخراط بجدية حقيقية لتنفيذ هذا القرار والبندو الأول في هذا القرار هو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وقف للقتال ونحن نصممون إلى جانب أصدقائنا لجعل هذا الوقف لإطلاق النار مستداما ودائما سنرى إذن من هو مهتم إذن تابعنا رياض منصور السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة الذي يؤكد بأن السلطة الفلسطينية ترحب بأي قرار يوقف إطلاق النار ويؤدي إلى انسحاب إسرائيل من غزة